في جزء تاني ممكن يكون في مفهوم الزوجة البنوتة إن الزوجة مش صغيرة بس حاسة إن هي منطلقة عزبة يعني إذا كانت الزوجة بقى حاسة إن هي عزبة وعزبة يعني إيه مش منجوزة هي من الصغيرة بس حاسة إن هي ما عنداش مسؤوليات زوجية هي ما زالت حتى الآن زوجة عزبة فنعمل إيه؟ هنعمل برضو شوية إجراءات يبقى أن أول خلص إحنا عندنا زوجة بنوتة هنا بقى هنعمل إيه؟ هنهتم شوية بالزوجة العزبة المهمة التعامل مع الأمر ده بحساسية شديدة نحترم مشاعر الزوجة دي ونبني معها حوار مفتوح وتعالوا نشوف الخطوات إن إحنا ممكن نعملها وإحنا في الحلقة النهاردة هنتكلم عن الخطوات بس إن ده كفاية عشان نقدر نوصل إحنا في أول حاجة نستمع بهناية لهذه الزوجة العزبة ونسبح لها بالتحدث والتعبير عن مشاعرها في بعض الأحيان إحنا ممكن ما نعرفش هي إيه الوضع اللي هي فيه لأن إحنا مش عارفين مشاعرها وأول ما نعرف مشاعرها ده هما من أطعاش وما نقدمش تقييمات سريعة لها يبقى أول حاجة نستمع إليها باهتمام تاني حاجة الفهم والتقدير فاكرين أنا دايما في الحوار بقول إيه إحنا بنفهم ونتفهم ونتفهم ونتفاهم هنا بقى عايزين نفهم ونقدر نعمل إيه؟ نحاول فهم مشاكلها ومخاوفها في كتير من الأحيان ما هي بتبقى زوجة عزبة لأنها خايفة تبقى زوجة هتفقد شوي من حرية هتفقد هتبقى مش أنسة كاملة فيعن دا دا فنفهم ونقدر مشاكلها بشكل عميق جدا 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 ونقدر دا ونقدر دا بشكل واضح تالت حاجة البحث عن الأسباب نسألها عن الأسباب اللي بتجعلها تشعر أني بهذا الشكل هي هتكون أحسن وأسعد ليه هي مش عايزة تبقى زوجة وعايزة تفضل عزبة وبتحاول إيه اللي حاصل يعني ونحاول نساعدها في دا رابع حاجة نقدم لها الدعم العاطفي نعرفها ونحسسها بإن إحنا متمين بيها ومازلنا بنحبها ونذكرها بإن إحنا دايما في ظهرها ومش هنسيبها أفدا خامس حاجة نقعد مع بعض ونبحث عن الحل مع بعض عشان هي تحس إيه إن هي مش هيبتلومي عليه العبء كله لكن هي في حد جنبها وبيحاول يتكلم معها طيب وإذا ما لقناش حل معرفناش نوصل لحل هنتحدث مع متخصصين وناخد خطوات عملية عشان نقدر نعمل دا سادس حاجة إن إحنا نزور بقى المتخصصين لو كنا محتاجين إن إحنا نزور متخصص نفسي أو متخصص في الإرشاد الزواجي هنروح نزور دا فده كمان هيبقى يساعدنا جدا 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 على إن إحنا نتخلص من دا إيه اللي بعد جدا نعمل إيه بقى؟ إيه اللي بعد كده نعزز العلاقة بنا نحاول تعزز العلاقة بخروجة بعد دا وقت جيد مع بعض نقعد مع بعض ساعة كده ما فيش أي حاجة بنعمل أنشطة مشتركة بنشرب مع بعض حاجة بنتكلم مع بعض عن ذكرياتنا نعزز العلاقة يبقى إحنا لازم نراعي حاجات مهمة جدا 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 كل الخطوات اللي إحنا قلناها دي دا اللي ممكن نحل بيه مسألة زوجة البنوتة الزوجة البنوتة سواء كان زوجة البنوتة اللي بتعمل سلوكيات النساء الصغيرات أو الزوجة البنوتة اللي هي عازبة إحنا لازم وإحنا بتعامل مع المشكلة دي نتعامل برقة وبتفهمة ونقدم الدعم العاطفي ونتواصل تواصل جيد ونخلي التواصل ده مفتوح مفهوش نوع من أنواع الأحكام ونستمر في حل المشكلة وما نتوقفش وما نبديش إن مشكلة معقدة ولا حاجة لأن الأفضل دايما بيكون إن إحنا حتى لو كانت المشكلة شايفين إن هي معقدة إن إحنا نعبر على إن المشكلة لها حل وإذا كانت المشكلة أصعب من قدرتنا على طول نروح للمتخصصين سواء كانوا في الإرشاد الزواجي أو كانوا من أهل علم النفس كل مشكلة ليه حل لأن الله ما أنزل داءًا وإلا وأنزل له دواء الحكامة ننتهج نستطيع إن إحنا نغير من كتير من خصائصنا ونغير كتير من سماتنا بس بيبقى فيه شرط واحد نلاقي اللي يقف جنبنا الزوجة البنوتة لو لقيت حد وقف جنبها هتتغير هتتغير وتبقى الزوجة والأنسة الكاملة اللي إن شاء الله تسعد وتسعد وتكون باب من أبواب السعادة يا رب العالمين أسعدنا واجعلنا دائماً في رضاك واجعلنا دائماً في محبتك وفي لطفك يا كريم يا ودود انظر إلى بيوتنا بودك ومددك وكرمك فاجعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة يا أرحم الرحمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل يا سادة نستقبل أنوركم ومبركتكم نستقبل أسئلتكم ونغيب عليها ولكن بعد الفاصل